السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال صبحكم الله تعالى بكل خير صبحكم الله تعالى بالخيرات والبركات الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين إخوة الإيمان والإسلام يتجدد بكم اللقاء في مجلس من مجالس الخيرات والبركات واليوم أحببنا أن نتكلم معكم عن خلق عظيم من أخلاق النبيين عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام ألا وهو خلق التواضع والتحذير من التكبر والتجبر التواضع من أخلاق عباد الله المتقين التواضع أمر الله به في القرآن الكريم حيث قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم واخف الجناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال سبحانه واخف الجناحك للمؤمنين وقال سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين وقال سبحانه ولا تصعر خذك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال سبحانه في صفة عباد الرحمن وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لو نظرنا إلى الآيات التي ذكرناها التي وردت في القرآن الكريم قال تعالى وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْ المُؤْمِنِينَ ذلك قال القرطبي رحمه الله معناه أَلِنْ جَانِبَكَ لِمَنْ آمَنَ بِكَ وَتَوَاضَعْ لَهُمْ وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه يعني إذا أخذ وليده إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحيه ثم قبضه على طائره الصغير ثم قبضه على الفرخ فجعل ذلك وصفا لتقريب الإنسان أتباعه يعني الإنسان عليه أن يقرب أتباعه والذين هم معه يحن عليهم يتواضع معهم لله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَى هذا نهي عن الخيلاء والتكبر وأمر بالتواضع وكذلك قوله فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ سَبَقَتْ لَهُمُ الْمَحَبَّةُ مِنَ اللَّهِ فَأَحَبَّهُمُ اللَّهِ وَأَحَبُّوا رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين أي يرأفون بالمؤمنين أي يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم يخفضون لهم الجناح فهذه الصفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه لله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين بل كان بعض العلماء الصالحين وله أتباع في كثير من الأماكن كان إذا افتتح مكانا من الأمكنة كأن افتتح مسجدا أو مركزا كان يأمر أتباعه أن يضع هذه الآية على هذا المركز أو على هذا المسجد ونحو ذلك قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين ومن صفة عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار من غير تجبر ولا استكبار لذلك ورد في الأحاديث الشريفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتواضعين قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه إن الله أوحى إلي أن تواضعوا إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وهذا الحديث رواه الإمام المسلم في صحيحه وكذلك روا الإمام المسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله لذلك قال بعض سراح هذا الحديث كالمناوي وغيره وما تواضع عبد من المؤمنين رقا وعبودية لله في ائتماره بأمره والانتهاء عنه والانتهاء عنه ومشاهدته لضعف نفسه ونفي العجب عنها إلا رفعه الله في الدنيا بأن يثبت له في القلوب بتواضعه منزلة عند الناس ويجل مكانه وكذا في الآخرة على سرير خلد لا يفنى أي في الجنة ومنبر ملك لا يبلى ومن تواضع لله في تحمل مؤن خلقه كفاه مؤنة ما يرفعه إلى هذا المقام ومن تواضع في قبول الحق ممن دونه قبل الله منه طاعته ونفعه بقليل حسناته وزاد في رفعة درجاته وحفظه بمعقبات رحمته من بين يديه ومن خلفه وورض في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع أو كراع ذراع لقبلت يعني معناه ولو كان شيئا قليلا والنبي دعي إليه للبى وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر وهذا دليل على حسن خلقه وتواضعه وجبره لقلوب الناس وجبره للخواطر وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه يدعوه إلى شيء قليل هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال بعضهم تواضع تواضعتكم كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكو ولا تكو كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع وقال بعضهم إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي فلذلك أيها الأحبة علينا أن ننظر إلى هذه الأخلاق الحسنة لذلك ورض في الحديث ما أعطى الله فيما معناه ما أعطي العبد شيئا أثقل في الميزان من حسن الخلق هذا معناه أمر عظيم معناه شيء عظيم لذلك ينبغي علينا أن نتواضع لذلك قال بعضهم فمحاسن الأخلاق إن حشدت فمحاسن الأخلاق إن حشدت فليست غير سطر في كتاب محمد فليست غير سطر في كتاب محمد لذلك علينا أيها الأحبة أن نقتدي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيد المتواضعين فهو سيد المتواضعين فهو سيد المتواضعين صلوات ربي وتسليماته عليه بل لو نظرنا إلى سيرة ساداتنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكانت سمتهم التواضع مع خلق الله سبحانه وتعالى بل لو نظرنا كل الأنبياء قبل وهم يعني قبل أن يصيروا أنبياء رعوا رعوا الغنم لماذا ما من نبي إلا وقد رعاه لأن رأي الغنم يدرب النفس على قوة الصبر والتحمل لأن الإنسان الغنم كثيرة تتفلت إذا أتى بواحد من هنا تفلت واحد من هنا وإذا أتى بواحد من هنا تفلت من ها هنا فالغنم كثيرة التفلت فلذلك الأنبياء لما رعوا الأغنام كانوا لذلك لتدريبا لهم على أي شيء تدريبا لهم على قوة الصبر والتحمل حتى يتحملوا أتباعهم الذين يكونون معهم وتختلفوا طباعهم ونحو ذلك معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا تدريبا لك لا تدريبا لك لا تدريبا لك عايدة أزيك أعمل حجم والله أكي سؤال أعايد أن أعرف حل اتفضل أعمل حجم أنا بعد ما بصلي بصلي العشرة وبغرى التافحة لسبنا النبي وبعد بخلصها أرد عليه السلام وأرم السلام عليه وأرم السلام على آل إيبيت سبنا النبي هل يدود جراسل تافحة ليه ولا ما يجوش تفي سؤال ثاني يعني قياد الليل أقلها كم راكعة حاضر هشبع متكلفجون آه هرد عليك دروعة تحاضر بارك الله فيك آمين وفيك أول حاجة بالنسبة لقراءة الفاتحة للموتى المسلمين عموما أو إذا أراد أن يخص أحدا أو أراد مثلا أن يخص أحدا من أمواته المسلمين بقراءة الفاتحة أول شيء يجوز يجوز قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين ليس كما يدعي بعض الناس ويروجون أن ذلك حرام وأن القرآن لا يصل ونحو ذلك فقد ورث أحاديث كثيرة يكفي حديث الذي رواه الإمام بن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سين قلب القرآن اقرؤوها على موتاكم ولما سئل عبد الله بن عمر وكذلك الشافعي أن بعض الناس كانوا لما يدفنون موتاهم كانوا يقفون فيقرؤون خواتيم سورة البقرة ويقرؤون الإخلاص والفلق والناس أو يقرؤون الإخلاص 11 مرة ونحو ذلك فلما سئل الشافعي قال لو قرأوا القرآن كله لكان خير وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما فهذا شيء وارد والعلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين فوجده ما يعذبان وما يعذبان في كبير إث يعني معناه شيء الناس يعتبرونه شيء قليل ولكن عامت عذاب القبر بسببه أما قال فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله وفي رواية لا يستنزه من بوله وهذه مصيبة قد عمت عدم الاستبراء والاستنزاه من البول يعني إنسان لا يتطهر جيدا هذا ينبغي التنبه له لأن عامت عذاب القبر بسبب ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بعسيب أخضر يعني بقريدة خضراء من النخل فوضعها على ذلك القبر قسمها نصفين ووضع نصفها على هذا القبر ونصفها على هذا القبر وقال إنه ليخفف عنهما ما لم ييبسا لأن العرق الأخضر ما دام أخضرا فهو يسبح الله سبحانه وتعالى فبتسبيحه لله تتنزل الرحمات فقال النووي إذا كان يرجى التخفيف عن الميت بتسبيح العسيب الأخضر فكيف بقراءة القرآن فكيف بقراءة القرآن فيجوز قراءة القرآن على أرواح أمواتنا المسلمين وبعد أن يقرأ يقول اللهم إني أهدي مثل ثوب ما قرأت إلى روح فلان ابن فلان وهكذا ويجوز الإنسان مثلا لو قرأ الفاتحة أن يهدي ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام أو إلى آل بيته الطيبين الطاهرين أو إلى أمواته المسلمين هذا جائز ليس حراما كذلك أيضا قيام الليل قيام الليل هو الإنسان بعد أن ينام يقوم من الليل سواء في نصف الليل أو في ثلث الأخير من الليل وهذا الوقت الثلث الأخير من الليل هو وقت تنزل الرحمات وقت تنزل الرحمات والبركات وقت تنزل الملائكة وهذا معنى الحديث الذي ورد حديث النزول ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل ومعنى النزول هنا نزول الرحمة نزول رحمة لا نزول نقلة لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى ليس جسما ليس حجما حتى ينتقل من مكان إلى مكان أو حتى يفرغ مكانا ويملأ آخر الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء معنى التنزل هنا هو تنزل الرحمات والبركات تتنزل رحمات الله في هذا الوقت وهذا الحديث فسره حديث آخر رواه النسائي في عمل اليوم والليل وغيره إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول يبعث ملكا فينادي بأمره هل من تائب هل من مستغفر فهذا الوقت هو وقت تنزل الرحمات والبركات هو وقت تنزل الملائكة برحمة الله سبحانه وتعالى فالإنسان إذا دع الله سبحانه وتعالى يستجاب له إذا استغفر الله يغفر له إذا تاب وأقبل إلى الله سبحانه وتعالى أقبل الله عليه برحمته سبحانه وتعالى فالله ليس كمثله شيء ومعنى فهنا إذا قام من الليل فأراد أن يصلي قيام الليل صلاة الليل مثنى مثنى يعني تصلى ركعتين ركعتين ويعني له أن يصلي ما شاء من الليل له أن يصلي ما شاء من الليل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال فسيد المتواضعين عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هو الذي علمنا بالحال والمقال كيف نتواضع لإخواننا ونتلطف معهم ابتغاء الأجر من الله فالمسلم ينبغي عليه أن يخفض جناحه لإخوانه وأن يقضي لهم حوائجهم وأن يخدمهم ويتطاوع معهم فيما يرضي الله تبارك وتعالى فالمؤمن كالجمل الأنف كالجمل الأنف كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كالجمل الأنف إن قيدا قاد وإن استنيخ على صخرة استناخ والجمل الأنف معناه الذي في أنفه حلقة إن قاده الصغير ينقاد معه وإن قاده الكبير ينقاد معه ينقاد له إن سقته ينساق معك إن أراد إن أثاره يثور وإن أبركه يبرك وإن أبركه يبرك لو أبركه على صخرة يبرك معه والمعنى أن المؤمن يكون لينا بأيدي إخوانه يكون لينا بأيدي إخوانه يطاوعهم ولا يترفع عليهم ومن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتي البنت الصغيرة وتأتي الجارية فتأخذه من يده صلى الله عليه وسلم فكان يذهب معها من أجل أن يشفع لها عند سيدها من أجل أن يشفع لها عند سيدها وحتى يقضي لها حاجتها فلذلك المسلم ينبغي أن يكون كذلك ينبغي أن يكون متواضعا ينبغي أن يكون هينا لينا سهلا بشا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا العمل القليل حثنا على هذا العمل الذي لا يكلف شيئا كثيرا وهو أنك فقط ترفع خديك حتى بدون أن تستخدم يديك ترفع خديك فتظهر الابتسامة على وجهك فتدخل بها السرور على قلب أخيك تدخل بها السرور على قلب ولدك تدخل بها السرور على قلب أبويك تدخل بها السرور على قلب زوجتك هذه لا تكلفك شيئا كثيرا ولكن تدخل السرور بها على قلب من تبتسم له مخلصا النية لله سبحانه وتعالى فعلينا أيها الأحبة أن نتطاوع وأن نتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان أن نتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان نتعاون على طاعة الله تبارك وتعالى ولا نتعاون على معصيته وهذا من البر هذا من التناصح في الله سبحانه وتعالى وقد ورض في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد والتواضع معناه لين الجانب التواضع هو خفض الجناح وترك الترفع على الآخرين وعلى هذا كان عليه السلام وأهل الصلاح والتقوى لو نظرنا أيها الأحبة كما كنا إلى ساداتنا الأنبياء فهذا سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يوسف وهو طفل صغير نشأ على محاسن الأخلاق نشأ على مكارم الأخلاق إخوته يعني حصل عندهم غير منه حصل عندهم شيء في أنفسهم فأرادوا قتله أرادوا قتله ولكنهم عدلوا عن ذلك فرموه في الجب رموه في البئر أرادوا أن يتخلصوا منه رموه في البئر ثم نجاه الله سبحانه وتعالى ومعنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا ربنا يزيدك علما أنت وفريق أدادك المحترم وصاحب قناة صحة جمال يا فلد بارك الله فيك الله يبارك فيك نفسي عالج أي حية من عصاف الحبيب المصطفى عليه صلى الله عليه وسلم كان أجمل الخلق الله أكبر كان أجمل الخلق يا عم رقب يا رب توصفولي وعاد أسمعك يا شيخ حاضر الله يبارك فيك لو أي حاجة لنا عاوض حلقات طبعا لو أي حاجة لنا بنسرع كده وبنبسط وبصفى حاضر هتلاقي لو رجعت للأرشيف هتلاقي فيه حلقات قديمة فيها وصف النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك سنذكر شيء الله ما بخش يا شيخ على الحياة دي أنا والله طيب أنا عاد أسمعها من تحكي وانترع كده بذكر الحبيب تطيب القلوب اللهم أمين صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم حاضر يا عم رقب صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أجمل خلق الله كان أجمل خلق الله سيدنا محمد يعني لذلك قال بعضهم لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد صورة وجمالا وورض في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم فرسول الله محمد حبيب الله محمد لما رأته السيدة عائشة رضي الله عنها ورأت طلعته البهية صلوات ربي وتسليماته عليه قالت وأجمل منك لم ترقط عين يا رسول الله وأجمل منك لم ترقط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم فرسول الله محمد كان أجمل خلق الله رسول الله محمد كان أجمل وأحسن خلق الله الذي يراه يعلم ويعرف أنه ما رأى ولن يرى مثله صلى الله عليه وسلم زاده الله بهاء وجمالا وهيبة صلوات ربي وتسليماته عليه كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد بل كان ربعة من القوم إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم وكان شثن الكفين والقدمين يعني معناه كفاه الكفان والقدمين ليست غليظة الغلظ الذي يعني ينفر أحيانا بل كانت شثن يعني كان قوي قوي الكفين والقدمين وهذا دليل على شجاعته وقواته صلى الله عليه وسلم وكان أبيضا مشربا بالحمرة وكان أبيضا مشربا بالحمرة صلى الله عليه وسلم وكان يطيل شعره صلوات ربي وتسليماته عليه ما كان يحلق بالموسى إلا يعني بالموسى ما كان يحلق إلا إذا كان في النسك بعد الإحرام أما عادة كان يترك شعره فكان يطول فيصل إلى كتفيه ثم يرده إلى الأذنين ثم يطول ثم يرده وهكذا صلى الله عليه وسلم هو أجمل خلق الله الله يرزقنا رؤيته ويرزقنا التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم فسيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه هو كان سيد المتواضعين وكذلك إخوانه من النبيين والمرسلين كانت صفتهم التواضع صلوات الله وسلامه عليهم فهذا سيدنا يوسف كما ذكرنا كنا إخوته رموه في البئر وليعلم هنا أيها الأحبة ينبغي أن ننبه على شيء ألا وهو أن إخوة يوسف ما صحت لهم النبوة يعني ما كانوا أنبياء لماذا؟ لأن تلك الأفاعيل الخسيسة التي فعلوها لما ألقوا يوسف في البئر وأرادوا قتله وسفه أباهم ونحو ذلك هذا لا يجوز هذا لا يليق تسفيه الأنبياء يعني مخرج من الدين والعياذ بالله تعالى والذي يقع في شيء من ذلك يعود إلى الإسلام بمنطق بالشهادتين فتلك الأفاعيل التي فعلوها لا تليق بأنبياء الله فأنبياء الله مجبولون على الصدق مجبولون على الوفاء على الوفاء مجبولون على محاسن الأخلاق قبل النبوة وبعد النبوة فلما صحت النبوة لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بن يمين بن يمين أخو يوسف لم يشاركهم فيما فعلوا بل بقية الإخوة هم الذين فعلوا أما الأصباط الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم والصبط تطلق على الولد وولد الولد فالأصباط هم الذين نبئوا يعني صاروا أنبياء من ذرية هؤلاء فهؤلاء ما صحت لهم تلك النبوة ما صحت لهم النبوة بسبب تلك الأفاعيل الخسيسة التي فعلوها من تسفيهم ليعقوب عليه السلام ومن محاولتهم قتل يوسف وإلقائه في البئر ونحو ذلك مع ذلك كله سيدنا يوسف عليه السلام إخوته لما ضاق بهم الحال وانتقلوا جاءوا إلى مصر ليأخذوا الطعام لأهلهم سيدنا يوسف عرفهم وهم لم يعرفوه ولكنه ولكنه صلى الله عليه وسلم من تقم منهم من تقم منهم ما حبسهم وما قطع أطرافهم وما قتلهم بل قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يعني عفى عنهم بل أعطاهم ما طلبوا وزادهم أحسن إليهم كذلك حبيبنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج من مكة لما أخرجوه من مكة ووقف على رباها ونظر إليها وبكى وقال الله يعلم أنك لأحب البلاد إلى قلبي وإني أعلم أنك لأحب البلاد إلى الله وهذا يعلمنا أي شيء يعلمنا حب الوطن يعلمنا أن تحافظ على وطنك وأن تحافظ عليه من كل مكروه وسوء وأن تحن إليه فالنبي حنى إلى مكة بل كان عليه الصلاة والسلام كلما جاء أحد بعد أن هاجر إلى المدينة لما يجي أحد من مكة إليه يقول له حدثنا عن مكة حدثنا كيف تركتها كيف جبالها كيف سهولها حدثنا عن مكة فيأتي الصحابي يقول له تركتها كذا وكذا وكذا فمرة واحد من الصحابة لما صار يعدد له فقال له اترك القلوب تقر قرارها يعني لا تشوقنا إليها أكثر من ذلك فهذا يعلمك يعلمك حب الأوطان يعلمك النبي يعلمنا ذلك صلى الله عليه وسلم فالنبي أخرج أخرجوه من مكة أخرجوه من بلده التي يحبها ويشتاق إليها أخرجوه وفعلوا به ما فعلوا ومع ذلك لما عاد فاتحا منتصرا بعشرة آلاف مقاتل حتى حاصر مكة من جهاتها الأربع يعني ما استطاع أحد أن يفلت أن يفلت من تحت يديه بل لما دخلوا وكان واحد من الصحابة قد رفع قد رفع الراية وقال اليوم يوم الملحمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذها منه وقال اليوم يوم المرحمة اليوم يوم المرحمة ثم دخل عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا ولكنه دخل مطأتئا رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى ولما جمع الكفار بين يديه قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا له أخ كريم وابن أخ كريم فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء من تقم منهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا من تواضعه صلوات ربي وتسليماته عليه فيا أيها الأحبة علينا أن نقتدي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نسير على ضربه فهو القدوة والأسوة الحسنة لنا صلوات ربي وتسليماته عليه كما قال ربنا في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كذلك أيها الأحبة إذا نظرنا إلى سير الصالحين وإلى سير سلفنا الصالح فلوجدنا فيها الكثير أو الكثير مثلا لو نظرنا إلى سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا سيدنا عمر الذي قال ما ترق الحق صاحبا لعمر الذي كان إذا رآه الشيطان سالكا فجا سلك فجا غير فجه لماذا خوفا من عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان سيدنا عمر رضوان الله عليه كان كان إذا ذكر اسمه عند ملوك يعني كسرى وقيصر كانوا يرتجفون عند ذكر اسمه لذلك هذا سيدنا عمر رضوان الله عليه كان متواضعا لله مرة كان على المنبر فخطب الناس لما صار الناس يغالون في مهور النساء فوقف سيدنا عمر على المنبر وقال لهم من غال في مهور النساء يوم من أخذ شيئا فوق الشيء الذي أخذه النبي لابنته فاطمة لأخذن هذه الزيادة ولأضعنها في بيت مال المسلمين ولأضعنها في بيت مال المسلمين ثم نزل فاعترض طريقه امرأة وقفت له وقالت له يا أمير المؤمنين من أحق وأولى بالاتباع قولك أم كلام الله أي القرآن فقال لها ما بك يمرأة كلام الله هو الأولى بالاتباع فقالت له يا أمير المؤمنين أنت نهيت عن ذلك وقلت أن من أعطى شيئا زائدا عما أخذه النبي لابنته فاطمة لتأخذن الزيادة ولتضعنها في بيت مال المسلمين والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فكأن سيدنا عمر كأنه ما تذكر هذه الآية فلما بيّنت له وذكرته رجع عن قوله ورجع إلى المنبر وقال للناس أصابت إمرأة وأخطأ عمر كل الناس أصابت إمرأة وأخطأ عمر عمر قبل منها الحق تواضعا لله ليس تكبرا ما رد الحق عليها لأنها إمرأة ولأنه هو أمير المؤمنين بل تواضع وقبل بنصيحتها وقال أصابت إمرأة وأخطأ عمر وهذا من تواضعه رضي الله عنه فما بالئ ناس في هذه الأيام إذا جئت إلى واحد منهم إن أفتى بفتوى غير صالحة أو أفتى بفتوى مخالفة للدين أو قال كلاما مخالفا لدين الله سبحانه وتعالى فإذا جئت إليه تنصحه يقول لك من أنت ما معك من شهادات الدكتوراه والماجستير ونحو ذلك أين درست أين تعلمت من أنت حتى تبين لي من أنت حتى تنصحني هذا من التكبر والتكبر مذموم التكبر هو رد الحق على قائله رد الحق على قائله مع علمه أن الصواب معه إما لصغر سنه وإما لضعفه وإما لقلة منصبه ونحو ذلك فعلينا أيها الأحبة أن نتق الله عز وجل الواحد منا إذا أراد يعني إذا استحضر في نفسه استحضر إخلاص نية لله سبحانه وتعالى وأنه حينما يبين ويتكلم ويرشد وينصح ينصح لله فيكون سهلا عليه قبول النصيحة يكون هذا أمرا هذا الأمر سهلا عليه فينبغي علينا أن نتق الله عز وجل وأن نخلص نية لله وأننا إذا يعني تجادلنا أو إذا تناقشنا في شيء فليكن كل واحد مننا وهذا من التواضع فليكن كل واحد مننا مراده أن يظهر الحق حتى ولو على لسان خصمه المهم أن يظهر الحق فتكون نيته إحقاق الحق وإبطال الباطل لا تكون نيته أن يظهر على الناس أو أن ينتصر هو بنفسه ونحو ذلك بل يكون مراده إحقاق الحق ومن تواضع سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه كان مرة لبس ثيابه ثياب الجمعة وخرج للصلاة لصلاة الجمعة وهو في طريقه مر على دار العباس من عبد المطل مر على دار العباس وكان هناك شيء يقله الميزاب هذا أحيانا يوضع يكون مثلا أحيانا لو وضعنا مصورة ونحو ذلك ينزل منها الماء هذا الميزاب كان على دار العباس لما مر سيدنا عمر وكانوا قد ذبحوا فرخين يعني ذبحوا شيئا وكانوا قد غسلوا بالماء واختلت الدم بالماء ونزل الماء المختلط بالدم من هذا الميزاب ولما مر سيدنا عمر فسقط على ثوبه فسيدنا عمر قال أزيلوه أزيلوا هذا الميزاب فأزالوه لماذا ليس تكبرا ولكن حتى لا ينزل منه شيء فيضر الناس في طريقهم ونحو ذلك ولكنه سيدنا عمر ورجع إلى بيته غسل ثيابه ثم عاد إلى طريقه فقابله العباس وقال له يا عمر إن هذا الميزاب الذي أمرت بإزالته الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر انظروا إلى تواضعه ماذا قال للعباس قال له والله لتطلعنا قال له لتطلعنا على ظهري وتعيده إلى مكانه كما كان كما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الأول أبا العباس أن يصعد على ظهر عمر وعمر أصر عليه أن يصعد على ظهره ويعيد الميزاب إلى مكانه وهو من هو؟ هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق فلما أصر عليه صعد على ظهري صعد على ظهري العباس صعد على ظهري عمر ووضع الميزاب في مكانه كما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك هذا من تواضع سيدنا عمر رضوان الله عليه بل نو نظرنا إلى الصحابة الكرام كيف أنهم كانوا متواضعين مرة سيدنا سلمان الفارسي سيدنا سلمان الذي قال فيه النبي سلمان منا آل البيت فهذا سلمان لما ولي كان واليا على منطقة من المناطق على مدينة من المدن ولكنه كان يعني زاهدا متواضعا يعني كان يلبس الثياب التي لا تدل على التفاخر والتكاور بل كان متواضعا رضي الله عنه حتى إنه ذات مرة مر إنسان وكان يحمل متاعا مر من الطريق فرأ سيدنا سلمان رضوان الله عليه فلما رأاه ورأى ثيابه ظنه عتالا فقال له يا هذا تعال احمل لي متاعي حتى يعطيه الأجرة بعد ذلك فسيدنا سلمان ماذا عمل ما قال له أنا الوالي بل تواضع معه أخذ متاعه وحمله معه ثم وهو في الطريق يسير معه الناس إذا رأوا سلمان يسلمون عليه يقولون له السلام عليك أيها الوالي فالرجل نظر في نفسه يعني هذا الوالي فقال له يعني يعني أنا ما عرفتك فسيدنا سلمان قال له لا عليك يا أخي قال له ثم أراد أن يأخذ المتاع منه فرفض سيدنا سلمان حتى يوصله إلى داره حتى يوصله إلى داره وبقي هكذا وإلى أن أوصله إلى داره ثم صار يعتذر منه فقال له لا عليك يا أخي هذا من تواضعه رضي الله عنه فعلينا أيها الأحبة أن نقتدي بسيرة هؤلاء الأكابر وأن نسير على ضربهم وأن نتواضع مع إخواننا لله تبارك وتعالى ونعود إليكم بعد هذا الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل فعلينا أيها الأحبة أن نحذر الكبر الكبر عاقبته وخيمة ومن سوء عاقبة التكبر على عباد الله أنه ورد في الحديث أن المتكبرين أي الذين ماتوا على هذه الخصة القبيحة ولم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى يحشرون يوم القيامة كالذر يعني كالنمل الأحمر يطأهم الناس بأقدامهم فالواحد منه على أي شيء يتكبر الله قال ولا تصعر خدك للناس يعني عادة المتكبر يعني يعمل أعمالا أحيانا يصعر خده يعني يعطي خده للناس يمشي مشية التفاخر والتكبر والخيلاء هذه المشية لا يحبها الله ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة قال للصحابة أخرج سيفه وقال من يأخذ هذا بحقه من يأخذ هذا بحقه فأحجم الصحابة حتى قام واحد من الصحابة أبو دجان وقال أنا يا رسول الله فأخذه بحقه ففلق به هامة المشركين ثم هذا سيدنا أبو دجان لما أخذ السيف من النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة لبس عمامة حمراء ثم دخل مشى أمام الكفار ورفع صدره هكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال هذه المشية مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف لماذا؟ لأن فيها إظهار إظهار لقوة الإسلام والمسلمين إنه هذه في العادة هذه المشية يبغضها الله يبغضها الله لا يحبها الله لذلك كان عليه الصلاة والسلام من تبضعه كان إذا مشى كان لا يمشي أحد أمامه كان لا يمشي أحد خلفه يعني لا يكون هو في الأمام والكل خلفه بل كان يأمرهم أن يمشوا أمامه صلى الله عليه وسلم لذلك كان بعض الصالحين يقول لأتباعه خففوا عني قعر نعالكم خففوا عني قعر نعالكم وقال بعضهم كم طيرت تقطقت النعال حول الرجال كم طيرت من رأس وكم أذهبت من دين يعني معناه الإنسان لا يغتر بل الإنسان ينبغي عليه أن يكون متواضعا ينبغي عليه أن يكون من منا أفضل من أنبياء الله من منا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد وهو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام كان سيدنا أنس بن مالك إذا مشى في الطريق كان إذا رأى الصبيان يقف ويسلم عليهم واحدا واحدا ويقول فعله نبيكم صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى في الطريق ورأى الصبيان الغلمان الصغار كان يتواضع معهم يسلم عليهم وكان صلى الله عليه وسلم مع شدة انشغاله صلى الله عليه وسلم واهتمامه بأمور المسلمين هذا لم يثنه أن يواسي طفلا صغيرا وهذا من تواضعه مات عصفوره كان له عصفور اسمه النغير والنغير تصغير نغر وهو نوع من أنواع الطيور فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الطفل قال له يا أبا عمير ما فعل النغير هذا يعني هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم فعلينا أيها الأحبة أن نكون متواضعين لله أن نتواضع لله سبحانه وتعالى فقد ورض في الحديث من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين وورض في الحديث الذي رواه الطبراني من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله ومن ارتفع عليه وضعه الله لذلك قالوا يعني كن كالغبار يطأه الناس بأقدامهم فيعلوا فوق رؤوسهم وقالوا من كان لله أرضا كان لله أتقى فالإنسان على أي شيء يتكبر الإنسان منه على أي شيء يتجبر على عباد الله ويتكبر على عباد الله أين الذين سبقون أين من ملك الدنيا شرقا وغربا أين كلهم صاروا تحت التراب هذا سيدنا ذو القرنين الذي حكم ألفين سنة وملك الدنيا من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها ملك الدنيا كلها ومع ذلك لذلك قالوا والصعب ذو القرنين أمسى ملكه ألفين عاما ثم صار رميما يعني صار تحت التراب فالواحد منا لا يتكبر على عباد الله لا يتعامل مع الناس بالأنفة والتكبر عليهم والترفع عليهم نظرا لماله أو منصبه أو جاهه أنت أيها الإنسان الضعيف أنت أيها الإنسان لو نظرت إلى نفسك كنت نطفة يعني خلقت من ماء مهين من نطفة أبويك خرجت من مخرج البول مرتين مرة من صلب أبيك ومرة لما خرجت من المخرج المسامت لمخرج البول من رحم الأم فعلينا أيها الأحبة أن نتواضع مع عباد الله وأن لا نتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى وينبغي علينا أن نعلم أن التواضع أيضا تواضع نوعان تواضع مع الله بأن تأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى وأن تنتهي عمنهاك الله عنه والتواضع مع الناس والتواضع مع الناس نوعان منهما هو ممدوح ومنهما هو مذموم التواضع الممدوح وهو أن تتواضع مع عباد الله الذي تكلمنا عنه أما التواضع المذموم التواضع المذموم هو أن تتواضع للغني لغناه إذا رأيت إنسانا معه مال فأنت تتلطف معه تتواضع معه من أجل غناه من أجل جاهه أو منصبه لا هذا تواضع مذموم التواضع يكون لله سبحانه وتعالى طلبا للثواب من الله تبارك وتعالى لذلك قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العيني أيها شاء وهو قادر على أن ينفذه يستطيع أن ينفذ غيظه ولكنه تواضعا لله تواضعا مع عباد الله يكتم غيظه لله سبحانه وتعالى فلا ينتقم لنفسه فعلينا أيها الأحبة أن نتواضع مع عباد الله سبحانه وتعالى والتواضع له فوائد عظيمة أننا إذا تواضعنا يحصل بذلك التطاوع يحصل بذلك التعاون على البر والتقوى نتساعد فيما بيننا يساعد كل منا الآخر يترفق كل منا بالآخر يرأف كل منا بالآخر يرحم كل منا الآخر بالتواضع والتطاوع لله سبحانه وتعالى لذلك ينبغي على الإنسان أن يتهم نفسه وأن يعمل على علاجها دائما لا ترضى عن نفسك دائما اتهمها قل لها يا نفس أنت مقصرة يا نفس أنت واقعة في الذنوب والمعاصي يا نفس اتق الله سبحانه وتعالى يعمل على علاجها وعليه أن يستحضر أمر الآخر المسلم دائما يستحضر أمر الآخر فيجعل نياته خالصة لله سبحانه وتعالى ويتواضع للمسلمين وأن يوفي بحقوقهم وأن يلين لهم الجانب وأن يتحمل الأذى منهم وأن يعرف الإنسان قدر نفسه ولا يغتر بثناء الناس عليه أنت تواضع لله حقيقة تواضع لله ليس تصنعا ليس من أجل أن تظهر بين الناس أنك منكسر ذليل لا حقيقة تواضع لله ولا تتصنع ذلك عليك أن تستحضر الخوف والرجاء من الله فالمؤمن يعيش في الدنيا بين الخوف والرجاء يخاف من عقاب الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى وإذا حان الأجل فيقدم الرجاء على الخوف طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه إنه على كل شيء قدير نسأله سبحانه أن يجعلنا من المتواضعين وأن يخلقنا بأخلاق الأكابر إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم انتظرون في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى مع مجلس آخر من مجالس الخيرات أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة